برحب بحضراتكم مرة تانية وطبعا عندنا كلام كتير عن الاهلي في عهد موسيماني والفترة دي شكلها ازاي طبعا مع موسيماني وطبعا وانتخب مصر بعد الاعلان عن القيمة النهائية طبعا ومبارتاي توجو المهمين جدا ومحتاجين جدا نحن نكسبهم كل ده طبعا مع كابتن الملاعب والتحليل نجم التحليل طبعا كابتن عادة المصطفى من الورني يا كابتن نرهن بيك يا سورة وبنبسوطنا موجود معاك وانشرة تبقى حلقة حالة دايما بنبسوطين بتحليلك وبتمتعنا وبنتعلم منك كتير طبعا يا كابتن عادل رجبنا خريك ده شرف ليا طبعا وموجود في قناة بيتي وباخد حريتي اخدت مساحة كافية انا انا اتكلم والحمد لله يعني في مرضود طيب وبحمد ربنا يعني قبل ما ندخل على الاهلي كنت لسه بقولك انه صلاح جاب جون من ضربة جزاء ماتش ليبربول ومانشستر سيتي كنت بقولك شكلك مشاجعة منشستر سيتي لا مشاجعة ليبربول مشاجعة ليبربول ووراها مهمة جدا للليبربول انه هو يبعد عن السيتي المنافس التقليدي اللي بقى له فترة طويلة المرشح لكم واحد للدورة الانجليزة وهو بيبقى السيتي فوراة النهاردة هتبعده سبع نقاط عن السيتي بتبقى هتدي افضلية ليه طول الدوري السيتي مش في احسن حالة ولكن السبع نقاط هيبقى فيه اريحية شوية طبعا فيه منافسين تانيين كتير ولكن النفس الاخير شوية بيبقى عند السيتي وليبربول هم اللي عندهم الكوارتي اللعيبة اللي تقدر تخليهم الكمية لغاية النهاية فهي المنافسة الحقيقة حتى مش لو ليبربول وسيتي مش هم اللي ركبين الجدول ولكن في الاخر هتلاقي ان ليبربول وسيتي هم اللي بيقربوا في الاخر هم السباق في الاخر الاسابيع هم هتبقى بينهم ولكن السبع نقاط دول هيفرقوا جدا كمان ليبربول السيتي لسه عنده مباراة مؤجلة يعني ليبربول لعب تمانية السيتي لعب سبعة فحتى لو كسبها فرق باربع نقاط لاربع نقاط برضو كتيرة بين السيتي وليبربول فانا اتمنى ان ليبربول يفضل مكمل ونجمينة محمد صلاح يفضل مكمل على نفس المستوى النهاردة سجل هدف ويا ربي كده نشوف اخر الدولي يبقى هو هدف البريمان اللي يجي طبعا بنتمنى ده ويمكن يا كابتن عادل كل يوم انا واحمد لما بتيجي سيرت ليبربول ومان سيتي منتكلم على ان انا بحب الديورجين كلوب وبشوفه مدرب كبير قوي وطبعا احمد بيتفق في دول لكن هو بنسباله بيب جوارديولا الاعظم انت من انه مدرسة جوارديولا ولا كلوب يعني ممكن نقول ان كلوب شوية شبه في الحتة النفسية دي شبه مسيماني مثلا لا كلوب هم مدرستين مختلفتين يعني جوارديولا نجح ان يبقى عنده فلسفة والناس تقدر تشتغل عليها كلوب مختلف يعني صعب ان الناس كتير تبقى جوارديولا جوارديولا مدرب ناجح واني مدرب كبير وممكن قعد فترة طويلة وهو من احسن مدرب العالم ولكن الواقعية اكتر عند كلوب الواقعية وان هو يقدر يشتغل بها مع كذا مع كذا فريق مش مش فلسفة فاضحة هو بيقدر يبني فريق كويس بيقدر يكون فريق كويس ودي حاجة مهمة جدا عناصر مختلفة ما بين السرعات وما بين المهارة وما بين التاكتكس كويس فكلوب بالنسبة لي انا كلوب الافضل دلوقتي ممكن كلوب اخر سنتين هو الافضل الليعب فاينال قدام ريان مدريد وخسر وبعد كده الفاينال التاني رجع خد الشامبينز ليج خسر بطولة الدوري بفرق نقطة بعد كده رجع اخر بطولة الدوري فبالنسبة لي هو اخر سنتين ثلاثة هو كلوب هو رقم واحد الواقعية هو بالنسبة لي برضو كلوب هو اللي بيشتغل بواقعية اكتر بيتعام مع اللعبة بشكل نفسيا كويس علاقته باللعبة كويسة جدا جدا وده برضو يلجع لاستقرار ان كلوب برضو يعني عدد السنين الضهف في ليفر بول كبيرة عنده مشروع بيشتغل عليه قدر ينجح فيه ولازال ولازال عنده ولازال ليفر بول مع بايرن هم احسن فرقتين في العالم اكتر فرقتين متكاملتين في العالم ليفر بول في منطقة مختلفة عن كل فرق العالم كلها وده طبعا بفضل يرجع لكلوب فلا بالنسبة لي كلوب هو الواقعية جوارديولا اي حد عايز يتعلم حاجات اللي هي علاقة ببناية الهجمة بالحاجات اللي فيها فلسافة في الكرة كتير جوارديولا هو اللي تاخد من جوارديولا لكن كلوب لأ كلوب عن تفاصيل تانية غير التاكتكس بس فدي انا بالنسبة لي كلوب هو المتصدر دلوقتي ده متفقين في دي امرتك شيئًا